الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنعى في بيان لها الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي والدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية والوفد المرافقة لهما بعد حادث التحطم المروحية المنكوبة الذي تعرضت له شمال غرب إيران ويعد الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني الذي تم ترشيحه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 الرئيس الثامن خلفا للرئيس السابق حسن روحاني والنائب الأول للرئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية والرئيس السابق للسلطة القضائية في بلاده تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة وتحسين الوضع الاقتصادي لإيران كانت أحد أهم المحاور التي عمل بها رئيسي وذلك عبر تأسيس نظام اقتصادي يرفع التبادل التجاري الإيراني مع عدد من الدول الصديقة التي تربطها بعلاقات استراتيجية وعمل رئيسي خلال فترة رئاسته على توسيع نطاق التعاون مع الدول الصديقة للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات المفروضة على بلاده بالإضافة إلى تقريب وجهات النظر مع دول الجوار كالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات الجدير بالذكر أن الرئيس الإيراني الراحل الدكتور إبراهيم رئيسي ولد في مدينة مشهد عام 1960 وأكمل دراسته الابتدائية في مدرسة جوغدية ثم التحق بالحوزة العلمية في مشهد وبعد أن تم مرحلة المقدمات توجه إلى مدينة قم وهو في الخامسة عشرة من عمره